حياكم الله معكم بسلام سعد الدين وأنا اليوم موجود عند شوبة مطور معروف بمشروعه اسمه شوبة هارتلاند اللي موجود بمدينة محمد بن راشد والمطور هذا معروف جدا بمشروعه أنه كتير كواليتي عالي زائد الموقع المميز للمشروع خلينا نشوف المشروع مع بعض وهون عندنا مشروع شوبة هارتلاند موجود بمدينة الشيخ محمد بن راشد اطلالي مباشرة على الكريستال لاجون هاي الكريستال لاجون هون عندنا في المباني وفلل او هاتا دول قصور مش فلل اطلالي دايركلي على البحيرة الكريستالية طبعا الموقع المشروع نحن بهذا الاتجاه على شارع راس الخور نوصل عند برج خليفة خلال تقريبا عشر دقايق ودبي مول وعننا بهذا الاتجاه تقريبا خمس دقايق ماشي منكون عند ميدان مول وزي ما شايفين الاريا هي عبارة عن بنايات موجودة هون على اطلاق تواجهة مائية ومن هاي الجهة في عنا هون دول الفلل كانوا اربع وخمس غرف نباقوا تقريبا كانوا باثناشر مليون واليوم سعرهم بحدود 18 مليون والاراضي اللي هون هي اراضي اللي تنبنى عليها المانشنز اللي اطلالت مباشرة على الكنال او على اللاجون كان سعره تبدأ من حوالي 20 مليون واليوم سعره 40 مليون والمنطقة فيها تقريبا 30 بالمية من مساحة المنطقة هي عبارة عن مساحات خضرة وعننا هون مدرستين انترناشنال هارتلاند سكول ونورث لندن كوليج موجودين بهالأماكن موجودين هون وهون وزي ما شفنا بالمشروع انه المشروع مقسوم لقسمين والقسم الاول هو عبارة عن مباني سكنية موجودين على الكنال او على اللاجون وعننا مباني كمان على شارع الخيل وشارع راس الخور طبعا كمان الاطلالة من هالجهة هيكون باتجاه برج الخور الجديد طبعا اول شي ابتدأت المنطقة بالغرينز هادول المباني الستة اسمن الغرينز وبعدين وان فارك افينيو وبعدين اجينا على كريك دستا كريك دستا ريزير وكريك جراندي وبالطرف الثاني في عنا الويفز وويفز جراندي وهون اخر طرح كان كرست والكرست جراندي الموجودين باطلالة على اللاجون وهيك شفنا المشروع تبع شوبا هارتلاند اللي مهتم بالمشروع ممكن يتواصل معي كان معكم بسام سعد الدين اشتركوا في القناة